وسط استمرار الانتهاكات البحرينية لحقوق الإنسان، ستكشف حالات مأساوية عن أوضاع المعتقالين خلف القطبان الذين يمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب والتنكيل ليكونوا ضحايا مراحل متنقلة ومتلونة من الانتهاكات. في مبنى العزل المخصص للعقوبات داخل سجن جو سيء الصي تتدهور الحالة الصحية للمعتقل سلمان المتروك 34 عاما بلغت مراحل خطيرة للغاية حيث يصاب بنوبات من الإغماء المفاجئ ويصارع أوجاعا مستمرة بالخصوص في منطقتين الرأس والظهر وذلك نتيجة الإهمال الصحي الذي فاقم وضعه سوءا خلف القطبان إذ يقضي المتروك حكما بالسجن 15 عاما. داخل سجن نفسه يتعرض المعتقل سيد حسن المشقاب للاعتداء بالضرب على يد المرتزقة من السجانين وذلك قبل نقله إلى سجن الانفرادي. ووفق المعلومات فإن المعتقل تعرض للضرب بعدوانية من قبل الشرطي قبل أن يتم نقله من مبنى سجن واحد إلى سجن الانفرادي. ورفضا لما يتعرض له المعتقلون من معاملة سيئة وحطة بالكرامة يخوض المعتقل حسين الطويل 29 عاما إضرابا عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي العشر من يونيو مطالبا بتوفير العلاج الضروري بعد معاناة طويلة مع مراض السكري. الناشطة الحقوقية ابتسام الصيغ تحدثت عن خشية عائلة الطويل على حياة ابنها حيث يعاني من تقلبات خطيرة في السكر مشيرة إلى أنه يموت في اليوم ألف مرة بسبب ما يعانيه من أعراض بسبب المرض. إلى ذلك فإن المضايقات تطال المعتقلات أيضا إذ أنه نتيجة الحالة الصعبة التي تعانيها المعتقلات خلف السجون من تعذيب وتنكيل فقد نقلت إحدى المعتقلات إلى مستشفى الطب النفسي بعد حالة من الانهيار. ترجمة نانسي قنقر